اكيد هي تهانت في حياتها. مع ان التصري ده مش بسبب الطلاق اتما بسبب ليه قانون ما بيديش الست كل حقوقها. ليه الست بتتهاني. يعني ايه الراجل ممكن يعمل للست قضية زنة. والست لما تشوف نفس الحكاية مع جوزة ما تقدرش تعمل له قطية زنة. هو السكينة لما بتتبح بتفرق مدين راجل وست. لا. هو الوجع والقلم. بيتفرق مدين الراجل وست. يعني لما راجل يشوف مراته. فحالة. حالة زنة. توجع وتجرح. من حق انه يفجنها ومن حق انه يقتلها وكمان ياخد فيها براءة. طب انا ما بقولش لا تقتل ولا تسجد. بس على اقل القانون رد اعتبرها. يعني ايه ادخل بيتي على فرشتي وعلى سريري. مفيش احترام لأسرة. مفيش احترام لذين. مفيش تقوى الربنا. مفيش احترام لعشة ومعشرة. عيشنا عليهم عشرين سنة. مفيش احترام لأطفاعا. او حتى. بنت وعسرة بتنهار. لمجرد نازوة. وكمان يا ردها نازوة ممكن تتصلح. هو خان مراته مع ست متجوزة. يعني الاتنين سفلة. مع ان القرآن قال. لا تأخذكونا بيهم اجلدوا كل من هما. مئة دو جلبة. ولا تأخذكونا بيهم على شفقة ولا رحمة. لان الزنا ده بيهز عرش الرحمن. نعم. فانا القانون. اللي ردها تبارك يا ستة مجروح. ولما اروح اعمل بلاغ. اسمع اهانة. يخليني اطلع منهارة. سمع سمعتي الاهانة دي من مين? قال لي انت فت. وقانون بلدك ما بيعقدش على الرافق ولا على الخيانة. رد فعل الزوج كان ايه? كان الاعتذار ولا كان تبجع. حتتساجع حضرتك لو قدت لك رد. ده ردت. ايه ده ردت واتحانت قدامه لازي. ايه. حديك شفت الوضع ده ولا تقلك? الوضع ده ميموري. ميموري متسجد? ميموري. واعف بيتي. بحطها في التليفون لقيت تمانين مكالمة منهم عشرين مكالمة. سوري في الكلمة انا قصة في اللف. جنسية. بيسجل لها وهو معاها. في البيت علشان تبقى تفضل تحت رحمته. وهم الاتنين بيخونوا. هيا بتخون جزوة. هو بيخونها. وهي متجوزة. وجابت تفلة خير شراية وبتتفق معاها ازاي? يعني يتخلطوا من الزوج. طب يعني اا حضيك اتطلقتي او لسا معايا? استخدام. انا رفع عضية خلع ومعالي اربع سينين في عضية نفع ما خدتش جنيه من المحكمة. يعني انت رفع عضية خلع وبقالك اربع سين ما خدتش منه جنيه. الخلع ده بقاله شهر واحد بس. شهر. فانت لما القلوم ده ان ينصفك ولم تخصله على الطلاق لجأتي للخلع. وكان معايا حكم لما نصفنيش لما نصفنيش. نعم. غير ما انا عايز اعرف ليه الست ما تقدرش تسجن جوزة بقى دي تزلنا مدام هي واحدة طهرة محظة على بيتها على ولادها على دينها. دي من ناحية القانونية استاذ محمود حيرد عليها يعني. لا لا. انما طب خليكي معايا عشان انا برضو. لا تشريع. انا عايز اعرف حاجة. اه هو بيقولك ده تشريع ده ده كلام ربنا. يعني هو ربنا اه قال كده. ده ده قانون القانونية. القانون با اه. اه يا اه. اتشريع. انا عايز تشريع ليه. ايه. ده عايز تشريع. طب اه استاذة هودا اه لو لو في حالتك دي لو حصلت على الطلاق او الخلع. ممكن تلجاء الاحتفال بالطلاق بحفلة با با بجلسة صمر مع اصحابك. ما اظنش ان خرابين البيت بيتعمل الحفلة استاذ. بعد كل ده برضو مش هتحدف. خراب بيت عندها اولاك. لا طبعا. كفاية ان عندي بنت مخطوبة. انا يعني بهد اصره. انا بهد اصره. طب نتكلم بصراحة. على قد ما اقدر بيت كرمتي متسمح ليش ان استمرت الحال دي. طب. قال بس اشعر فيكي الصدق والامومة. طب ما تحاولي تخفري. ما تحاولي تنسي. ما تحاولي عشان ما يبقاش في فضايح. وفي عديس داخل للبنت. وعندك اربع عيال. ما تحاولي تنسي او تتناسي النزوات دي. وتعيش عشي خاطر ولادك. لو كان الراجل ممكن يشوفني. لما ارضى في الكلمة. انا ما قداش اقول على نفسي. لان انا واحدة ست بتقريب بنا الاعلى بعد الحدود. بس لو فيه راجل محترم يقبل على نفس الوضع ده. انا قبله على نفسي. لا ما تحسيبهش كده حضرتك. اسمعي استاذ محمود اسمعي. حضرتك اما ده ما تحسيبهش كده. وبعدين فيه فيه حاجة فيه حاجة يعني للرجل. وفيه حاجة للست. وفيه حاجات معينة بالنسبة للانساب. ومش عارف يعني فيه لغبطة كده مش مجاله ان احنا نفتح فيها دلوقتي. فما تقرنيش الاثنين ببعض. يعني ممكن ممكن يعني تسامحيه لو هو لو انت شايف ان هو ممكن يبطل. لو بتحبيه حتسامحيه عشان خاطر الاولاد وعشان خاطر زرها تقول لحضرتك. لو بتحبيه انت سامحوا لازم يبزي المجهود جبار من ناحيته علشان يحاول ينسيكي الواقع دي وانتي مش هتنسيه على فكه. انتي سامعيني. سامعيني. ايوة بالزبط هو لازم يبزي المجهود كبير جدا جدا جدا. ويعني يحط كتاك فوق رازه علشان تقدري تخسريه اللي هو عمله. لكن ساعات للأسف الشديد بيبقى فيه تبجح ان انا عملت ويتباهب اللي انا عملته. لكن يعني انا عايز اقولك على حاجة بامانة بامانة ودي موجودة في المجتمعات العربية كلها. مش في المجتمعات المصرية. ربنا سبحانه تعالى زي ما هيك تكرمت وقلت الزانية والزاني فجلدوا كل واحد من هما مئة جلد ولا تأخذكم وبهم رأفة. وليشهد عليهم طائفة من المؤمنين. يعني ربنا سبحانه وتعالى ده شرع. ده شرع. لكن للأسف الشديد احنا ما عندناش الشرع. هيك لما تيجي تقري في آيات القرآن الكريم وربنا العدل سبحان الله. اللي لا يقبل لاني حرمت الظلم على نفسي فجعلته محرما بينكم. ربنا سبحانه وتعالى ما بقبلش بالظلم ابدا. لما بتيجي تبصي على آيات القرآن الكريم المؤمنين والمؤمنات. المسلمين والمسلمات. الزاني والزانية. آآ كل المؤمنين يغضوا من ابصارهن. كل المؤمنات يغضطنا من ابصارهن. ما بيفرقش ربنا في العقاب ما بين الرجل والمر. احنا بالفعل المفروض القوانين في حاجة يا أستاذ محمود لتشريع آخر إذا ثبت بالفعل أن الزوء